نتكلف الموضوع ده أول مرجع البيت إن شاء الله تبقى نسيت مية في المية نسيت يا عدو دي تالت مرة أنا بفكرة كنت بتنسى أنا نفسي عارف أنا إيه بس اللي خلاني أسمع كلامك قوض النوم الجاهزة معها عالقافة من نشيل في السوق أنا إيه اللي خلاني بس أوافقك وعملها تفصيل يا ماما يا ماما قولينه يدلني علوان النجار ولا حتى نمر تليفونه سامع قلتلك مش هتأخر يا سلام مين ده اللي مش هتأخر هي دي عدتك ولا هتشريح مليون مرة قبل كده قلتلي مش هتأخر وبرضو بترجع بالليل بعد ما نام مش هتأخر يا نبيلة قلتلك من الأول يا علو شيل إيه لك أنت من العفش والنجارة والحاجات دي شيل إيه لك من كل حاجة قلتلي لا إحبتي ما ينفعش أبدا أنت أصلك لا تفهمي في الخشب ولا في المصنعية ولا تعرف تتعاملي مع الصناعية قل لي أنت بقى يا خبير يا عبقري اللي بتفهم في كل حاجة عملت إيه أنت بقى لك سيتطرشر بالزبط دفع العربون ما رحتلهمش مرة واحدة بس تشوف الخشب وتتطمن على الشبر نبيلة خلاص خلاص يا علوي أنا هطلع من الموضوع ده تماما أيوة حبيب الصفل أنت بقى مع بندك وخطبها مش ممكن اللي بيحصل ده بقى حرام عليكم والله ده كل فعودة سامع يا سيدي خلاص لما ترجع بقى يبقى استحمل عياتها ونرفزتها يا نبيلة أنا هتصرف هتصرف خلاص يا علوي بقى هتصرف مع بنتك حبيبتك مع السلامة الله يكون في عونك يا دكتور نعم أنا لواء في البوليس وضباط البوليس والدكاترة زي بعض بالزبط شغل بدون مواعيد أيوة أيوة يعني مفروض الدكاترة وضباط البوليس لا يتجوزوا ولا يخلفوا بطمان تليك ما تجوزتش أنا يا دكتور أنا لما كنتش متجوز ما كنتش جتلك بالقلون العصبي ده أنا متجوز ومخلف أربعة فريط ده أنا متجوز ده أنا متجوز ومخلف لكتبط برد مؤمنين يسألونه ومخلف أربعة فريط ده أنا محجز محجز ومخلف أربعة فريط شغلل بس المطاقات المترجم للقناة 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 الليل واخدها في حدنة وهي مويتة نفسها من العياء عارف يا علوي ما شفتهاش بتعايت بالحرقة دي من أيام ما كانت بيبي لسه صغير اتفت بتعايت ليه بقى؟ يعني هي بتقول ان احنا ما بنحبهاش وان احنا يعني مش مهتمين بيها وان الموضوه ده يعني عملها إحراج مع خاطبها وكمان مع عيلة خاطبها آه هلو قوي ايه؟ آه عايزك تريدي حاجة مهمة جدا حاجة من أهم ما يمكن قم بيلا حتى انفجر انت قم بيلا؟ قم بيلا؟ قم بيلا ايه؟ قم بيلا اللي انت يا بالي تحت الفطار قم بيلا اللي باينا جوه عنيكي انت مسكة عصابتك نبيلا احنا متجاوزين بقى لنا 23 سنة انا فاهمك كويس اوي اوي طب اسمعني بقى ايه رأيك بقى انا مفيش قم بيلا؟ وان كل الموضوح يا أستاذ ان انا دنيتي كلها ما فيهاش غيرك انت ولادي انا ولادي بقى اعز حاجة في حياتي وبالزاد بنتي رهام ما تقشي ابدا اشوفها بتعيط ما تقشي ابدا اشوفها متضايقة عارف ليه؟ لاني بشوف فيها نفسي بشوف فيها طفولتي رهام غالية اوي 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 علي وانتي غالية عندي انا تمام وانتي غلويتها عندي اغلى من غلويتها عندي لا لا يا دكتور كلام كلام يا دكتور 23 و 20 سنة ما باخدش مئنة في الكلام لو كانت بنتك فاهم غالية عنيك كنت تقول لها جزء من الكمال كنت اهتمت بيها كنت تقول لها جزء من الوقت كم اللي احنا كلنا محكمين منه اوه انا كنت ديها ليه؟ هي ايه بلنسبة لك ايه انا مره وتلاحك اهproblemة ايوه نيجي ايه جنب اسمك جنب شغلتك جنب عينينك جنب القصاش یعふ تحتك انا عرف انا كده سمعني وعرف انا كده بخلت الحمامة عشان اعرف انا كده موقفة القطع موقفي انا بوا في الصعب كنترولي عيدي كنترولي اللي هكتول كلنا عندها لحد ما تدر شوف يا دكتور هتروح مني فين يا حبيبي انا في ضيارك مع ضوارك النهاردة هقفلك هنا توقف مئة ساعة داخل انا برضو وقالك كنترولي عيدي كنترولي كنترولي واضح ان الكل في اليوم وتربستك المية تروي العطشان والطفينا للحران يا جمالها والحضميان وانا عائم على وش المية يا جبيلة موسيقى صباح الخير صباح المهور صباح المهور مال ماما فين يا رحام فقود البابا بتفطره بتفطره؟ ايوة 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 بقى موضوع الفطر دا؟ يعني ايه؟ يعني ايه السبب ان الفطر يبقى خمس نجوم وعى السرير كمان قضيت نومي يا سيدي اللى عند النجار لا نعرف عمل فيها ايه ولا نعرف هتخلص امتى ولا نعرف حتى عنوانه اه يبقى مش هنلحن نكلم الدكتور النهاردة بقول لك يا ياسر يلا بقى نخلص فطرنا ونرحن نشوف احوالنا الظاهر والله واعلم ان احنا النهاردة مش هنقدر نفتح اي حوارات مع زعام القبيلة ماشي هزني كده برضه تزني؟ ده انتي متأكدة؟ موضوع قط النوم ده شكله هياخد اليوم كله موسيقى نعيما نعيما يا دكتور الله انا ايمانك موسيقى موسيقى موضوع قط النوم لازم يتحسب النهاردة حاضر مادام حاضرلك مش فادي ومنتش مهتم حاضر ايه حبيبي حاضر 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 كون الحاجة حاضر ماليش يا ستي انا غلطا حقك عنايا طبعا الشياكة دي كلها مش عشان تقابل النجار اه 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 اصطنا النهاردة عندي ماش عايزة اعرف انت عندك ايه من فضك هات عنوان النجار هروح له انا واختي هنعرف شغلنا معاه من عنايا الاثنين روحي اندي واختك يا سلام طبعا كان من الاول يا حبيبي على ايه كل وجع القلبي ده والمماطلق مش فاضي قول انا مش فاضي لكن بعد سيد تنشر تديني مواعيد وما تروحش وفي الاخر تقولي خد العنوان ورخيله انتي واختك ماش انا اللي قلت سيادتك اللي قلت يا ناس يا ناس انا حجنن بقولك ايه بقولك ايه من فتلك رد علي وقولي انا وولادك بنشكل ايه بالظبط بالنسبالك بقولي غلوتك يا ريان يا بنتي والله العظيم تلاتة ما كنت استحملت اعصاب امك الفلتانة غلوتك عندي انتي واخواتك ولا استحملت الثلاثة وعشرين سنة اللي انا عيشهم في المنكر عمالت برطم تقول ايه رد علي وكلمني وعلي صوتك كده انا لابا برطم ولا حاجة خدي اختي وروحي للمجار ومناشت السوالة دي عشان اقب نجا وجعلتك انا ما عنديش وقت انا اتأخرت طيب انت هتاخد القهوة بتاعتك هنا ولا في اللي جينجرون لا مش ااخد القهوة انا اتأخرت طيب انت ما اخترتش وما كانتش حاجة طيب الفطر زي ما هو خليه زي ما هو بعد اذنك طيب استهلا بس نعم يا مده في ايه ايه اخنا ما تخرجش استهلا اتفضل اكتندي هنا عنوان الدر الرجل من الدر عشان اروح له انا واختي اتفضل اتفضل هادي عنوان المجار مول الشال الساكن فيه خضو اختر خضرهات اخد اي حد روحو اقتلوه اسحلوه وتضربوه بالنار مرصود ا؟ طيب يعني طيب السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلاً أهلاً يا سعادة الباشرة تفضل تفضل يا باشرة تفضل تفضل تسعادني تفضل يا سعادة البيت تفضل يا باشرة تفضل زي ما قولت لسعادتك كله خلصان مش نايز بس غير ان القشرة تتلزم طب وملزقتش القشرة ليه؟ لا معقولة برضا يا سعادة الباشرة ألزق أي قشرة؟ القشرة دي هي الفنش هي الزواء بتاع العروس عدم المؤخذة إنما كانتش مستورد من بلده ما يلزمنيش طب ما تلزق القشرة الأصلي اللي مستوردها من بلد بره؟ ما أنا أسترادة يا سعادة الباشرة واللي موجود هنا في السوق غالي وزي النار أه، أفهم من كده بقى إنك عايز فلوس الله يرور عليك يا سعادة الباشرة إنما عدم المؤخذة يعني لو عايزني ألزق لك قشرة من اللي موجودة في السوق أنا تحت أمرك ممكن أسلمك بعد أسبوع بس عدم المؤخذة بجيش تازعل مني بعد كده لو قبت أو طقت لا 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 وعليه أرجوك فضل خد اللي أنت عايزة بس المهم تلزق لي إشرة من الأصلي اللي مستوردة من بلد بره كده يبقى استبينا يا سعادة الباشرة بس يا المسألة الحية هتحتاج شوية وقت ما أنا لازم أسأل على الإشرة الأصلية إذا ما لاتهاش هبعت عاربين وأوصي عشان تجيلي من بره يعني مش أقدر الحية أحددلك معادل الاستلامة هتجيني شوية وقت وقت قد إيه يعني؟ سانة كده زي السنة اللي عدت؟ لا لا أسعدت الباشرة فالله ولا فالك كلها شعرين بالزبط وأجف رشالك بنفسي باش يا سيدي أمري لله سلام عليكم ألف سلامة أسعدت الباشرة ألف سلامة أسعدت الباشرة ألف سلامة أشرفت الموار ألف سلامة أباشرة سلامة أشحة ألف سلامة ألق 93 ألف سلامة أمري ألف سلامة أهرب ألف سلامة واحدة ألف سلامة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوة خدمة? انا احرم الدكتور علوي. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. دلاتة حاجة ساعة للهوانم يا اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. القضاء هي زي ما قلتلك وقفة زي العروسة تمام التمام. مش ناقصها غير الدهان وشوات اكسسوارات. المقابد يعني استبالونات ولا لازمة. طب ليه حد دلوقت بعد الدهان شوات لا يا هانم! ما قدرش هادهن كده من النفس لا! الزبون لازم يشوف عدم الواغذة ويسلمني الوكيه اوكيه على ايه? عالماتريال! عالخشب! عالنجارة! لازم انا اتأكد ان الزبون مبسوط وتمام التمام وبعدين اعمل له كل اللي هو عايزه! عدم الواغذة يا هانم! انا مش من بتوعه من برة هلا هلا ومن جوه ايه على مرة! هلا هلا ديه! طيب يا ستا! ما اقتصلتش بالزبون ليه عشان يجي اتأكد! انا ما اتصلتش! يعلم الله يا ست هانم! فطورة التليفون بتاعت الوارشة جايالي ادي كده من كتر الاتصالات مع البشا عالوي! ودايمن يدي مشغول او يديني موعيد ويفانيخ! ايه ده! ايه فانيخ دي! يكت يعني عدم المؤاخذة! يخلع يعني! يدي بونج وما يجيش! طب يا اسطب! ادي احنا بينا! واحنا اللي حنشوف! واحنا اللي حنبدي الوكيه! اتفضلي حضرتك عيني كل حاجة قدامك ايه! عدم المؤاخذة! الجوانب ايه! زان عدم المؤاخذة! وكله اروا ان شاء الله! والخشب في اللندي مستورد من الاخل اتنين وعشرين ملي! اتفضلي! اتفضلي! ام اتفضلي! معلش يا اسطب! الجوانب دي كابس! مش كونتر! كابس ايه يا ستة هالم! وكلام فاضي ايه! عدم المؤاخذة يا ستة هالم! احنا نجرين موبالية! مش نجرين طبالي! اه! طيب يا نجر الموبالية! ومش الطبالي! الكابس! لما يتخبط عليه! يرنج! يسمع! لان فيه حطط فاضية! انما الكونتر الحقيقي! وانت سيد العارفين! صوته بيبقى مكتوب! ايه! انت عارفت كل الحاجات ازاي! ايه ده! انتش نسي ان انا خبيجة فنونة طبقية! وديكور كمان! عدم المؤاخذة بقى ستة هالم! الخشب ده كونتر! ومن اصلي اتنين وعشرين ملي مستورد من الاندي! عدم المؤاخذة! وانا اتعامل مع الباشا عالمي! الله! يعني ايه بقى! يعني عدم المؤاخذة حضرتك تشرب الحاجة الساعة بتاعتك وتتكل على الله! ايه بقى! امكي على عينه وعلى راسنا اه! بس انا بشراب لعدم المؤاخذة! بتعامل مع الاججالة! ايه! يا عزوتو ايه ده! ايه قر! ايه قر يا قر! ايه قر يا قر! ايه قر يا قر! ايه مرحولة! وبعلم بقى في الاستباحة ديه بقى! اه! معلاش ياسطل! هعطالك شوائد! ايه مرحولة! انا جبت المؤاخذة ده معي! ايه رأيت لو كل القوضة اتعملت المؤاخذة بتاعتها من النوع ده! انا شايف انه مناسب جدا لتصميم القوضة! قوضة ايه! قط النوم دي! بس احنا ما طلطناش النوع ده! القوضة دي هتدهم لكم ابيض! لكن مخصول! اه اه! اه! صد هتدهم لكن مخصول! والنوع ده ما يتفقش مع اللاكي المخصول! لا! عفوا يا هاني! دي هتتلزي بقشرة مستوردة! وانا شايف ان النوع ده يمشي مع القشرة كويس قوي! قشرة ايه! احنا مش طالبينها قشرة! احنا طالبينها لكن مخصول! يلا يا هاني بدأ قطي انا وانا طالبها هتتلزي بقشرة مستوردة! القوضة دي قطك انت! ايوة يا هاني! ايه يا ستا! قوضة من دي! الحقيقة يا هاني اصلي الحقيقة هو فيه قطين! فيه قطين! فيه قطة حتتلزي قشرة! وفيه قطة حتتديم دوكم! الله! انت مش قطيت ان ان القوضة دي قطة بك! لا يا هاني! لا! الكتب خيبة! بعمارك ما سابت! هاني! قالت بعرفت لسانة قدامك ان دي كابس! وانت قطاتك كنت! كابس ايه يا رجل انت انا مش قال اني قلت انهم بتاعتي دي هتتعمل خشب كونتر مصدورة ومين بس يا ساعدت الباشا قال ان دي قوضة ساعدتك دي قوضة تانية خالص ايه دوره ناس بتاعتك دي يا رجل انت لا لا باشا لا لو سمحت انا مش نصاف احنا ناس بالسوق سمعتنا زال برلان برلانت ايه وخدت ايه ده انت نصاف فعلا لا يا هانم لو سمحت مصدر ايه انت نصاف عملت جوري مني في فلوس وتضعك عليا وعلى الهوانم وتلبس عم التالي ده يا باشا لو سمحت ايه انا الصابع حرامي انت والله العظيم لأول ريك شغنك بقولك ايه يا تنفع كل ما اللي بخده مني يالما حاجر جرح على الاسم اسم اسم ليه يعني اما اتروح الاسم بقى تبقى تعرف ليه يعني الو اديني مأمور الاسم يا ابني ايوه انا العميد محمود حسنين من الحراسات الخاصة عميد اقعد الباشا اقعد الباشا ما انت حضرتك ما اقبللك انك عمين اسعدتك خلاص هسعدت الباشا انا هتخلص لك القوضة ولو عادي البلوس كمان خدها انت حضرت رجل غالبان اسعدت البيت هاهاهاهاهاهاها طبعا 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 خفت منه عشان هو سيادة العميد وقنا لا لا سيادة العميد من الفضل احنا كمدينة قوضة توم عنده هنا وفرح بنتي متأخر على الموضوع ده من سيادة الشر لا 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 انت فعلا لازم توقع الاسم أبسألك مدفعش معاهم غير البوليس ساعدتك داشا أبوش إيدك ساعدتك داشا أنا هنغلص لك قطك وقضيتك في لمح الهواء اشرع عصلي مستوردع اشرع عصلي مستوردع وكنتر وكنتر يا هاني ولكن مخصول ومن فجأة جسات العميد حدث البقاء تكتبوا ورقة بالمواصفات كلها وبالأسعار كلها وتمضي عليها طبعا يا هاني من طميني لازم كل دا يحصل اه لو سمحت يا قولت كمان ممكن حضرتك تدينا نمر التليفونك بس عشان لو عمل حاجة كده ولا كده نتوصل بيك عصلي اه 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 فضالي قدي الكرت بتاعي فيه كل أرقام تليفوناتي وعنا تحت عمركم فضالي يعني اه اه متأكلين قوي يا فاندل نصاب نصاب تعمل يلا 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 احمد على درجة نصاب خلاص يا ماما معلش ما أعمل بمشكلة تفادي شان ما أعمل أبوكي معلش وكل مرة اللي دينه معادي ويفانياخه مش عارفة اين فانياخه دي كمان يلا تفضل يلا تفضل صباح خير يا دكتور صباح خير يا ياسر ولكننا بقينا الضغر احنا نهاردة تضربنا كويس قوي يا دكتور وانا بقعد حضرتك بما ان حضرتك رائد اللجنة الرياضية واستاذي كمان ان السنة دي كاس الجامعات مش هيخلق من ايدينا قصدي من رجلينا صراحة يا ياسر انا مش مبسوط منك ليه بس يا دكتور انا عارف يا ياسر ان انت العيب كويس وعارف ان المنتخب بتاع الجامعة كسبك السنة دي وعارف برضو انك انت احسن سنة الفروت في الكامعة يا دكتور النادي الاهلي عايزني روح اللعب معا تحت واحد وعشرين طب اتفضل لوعد يا ياسر انت بتقولي يا ياسر ان انا استاذك وان انا رائد اللجنة الرياضية صح؟ صح يا دكتور وانت برضو طالب عندي وعضو فريق كورة ايو يا دكتور يعني اولا انا استاذ وانت طالب وثانيا انا رائد لجنة وانت لعيب كورة انا بقي دايقني جدا انك تهتم بثانيا على حساب اولا انا ياسر يا دكتور انا مش فاهم قصد حضرتك يعني يا استاذ ياسر لازم يجي اهتمام الطالب باستاذه اولا وبعدين يجي اهتمام لعيب كورة برائد اللجنة ما اعتقدش انها تبقى حاجة ظريفة ابدا انك ما تحضرش محاضراتي وبعدين الاقيك في الملعب بتتضرب في نفس الوقت اصلا يا دكتور كورة اصلا دا يا ياسر مالوش غير معنى واحد بس اعرف معناه ايه يا استاذ معناه انك فقدت صفتك كطالب وبتفقدني صفتي كاستاذ دا كا انك بتصحى الصبح تيجي الجامعة عشان تلعب كورة وبس احنا هنا في الجامعة يا ياسر مش عايزين لعيبة متفرغين للتنسيل ولا للرياضة وبس احنا عايزين طلبة منتزمين بالدراسة اولا وبعدين يمرسوا نشاطهم براحتهم لان دا جزء من الحياة الجامعية يا دكتور حضرتك عارف اني مهيب في الكورة بحبها حياتي يعني مقدرش استغنى عنها وبعدين بصراحة يعني بالنسبة لموضوع دراسة الحقوق دا بعد اذن حضرتك ما انت بالتنسيق هو اللي جابني هنا بس لما بتلعب بتلعب باسم كلية الحقوق دي باسم الجامعة اللي تتبعها كلية الحقوق يعني يا استاذ دولة كلية الحقوق اللي مش عاجبك دي ما كنتش لبست لبس الكورة دا ولا لعبت باسم الجامعة ولا في ملاعب الجامعة ولا الجامعة دي تكاستة فوق وبقيت طالب نجم رياضي فيها انا يا دكتور يعني اسمع يا ياسر بصراحة تامة وبوضوح كمان تامة اذا ما كنتش هتلتزم في محاضراتي ومحاضرات الاساد زي الزملاء ما تلزمناش كلعي بكورة لو ما نجحتش في كليتك ما يسعدنيش ابدا كرائد للجنة انك تمثل الكلية ولا الجامعة في كورة القدم انا ضبيري كدكتور ما يسمحليش انك انت تبقى طالب فاشل وعضو كويس في النشاط الرياضي عاستكمل في الكورة يبقى تنتظم في دراستك وتنجح مش هتنتظم يبقى تسيب فريق الجامعة خالص هنتظم يا دكتور هنتظم وهو عا تقول لي نفسك اسيب الكلية واروح الالعب في النادي الاهلي انا ليا صحاب كتير قوي في مجلس ادارة النادي الاهلي ما يساعدهمش ابدا انهم يضموا الفرق هم طالب حقوق خيبان تفضل يا استاذ تفضل روح غير اللبس ده ويلبس هدومك العادية ولما تخلص المحاضرات والساكاشن اللي وراك يبقى تعالى الملعب اتمرن زي ما انت عايز تفضل بس انا فعلا مندهش يا مصطفى وليه حضرتك يا دكتور مندهش تفضل تفضل اعد مندهش انك انت هتاخد دروس في مادة البطنة ليه يا دكتور ما فيه طلبة كتير قوي بتاخد دروس في كل حاجة ايوة بس انت هتاخد دروس في مادة البطنة على الرغم من ان والدك منقبر اساتذة البطنة في مصر الدكتور علوي ده ما فيش منه اتنين ايوة دكتور بس هو فين يعني يعني ايه هو فين يعني الصبح الدكتور مدير عام مستشفى حكومي بعد الدهر العيادة ده غير بقى الزيارات الكتيرة قوي لمستشفىات الاستثماري وبلاش بقى نتكلم عن المؤتمرات الطبية وبرامج التلفزيون وصباح الخير يا مصر ومساء الخير يا مصر تخيل حضرتك انا اللي اسم ابنه وعايش معاه في نفس البيت لو شفته مرتين في الاسبوع يبقى فضله عدل من عبد ربنا ياه للدرجة دي واكتر يا دكتور ده مشغول على طول يعني لو اعتمدت على ابويا استاذ البطنة في مادة البطنة يبقى ان شاء الله لا هنجح ولا هتخرج لا يا مصطفى احنا عايزينك تنجح وتتخرج وان شاء الله هتبقى دكتور كبير زي والدك عموما هو عيد الحصة السبت وثلاثة عندي في العيادة الساعة عارف يا دكتور الساعة تسعى بالليلة بعد ازن حضرتك الراجل ده نصب وحرام وكذاب كمان يا عزيني عامله ايه تروح له تتكلم معاه تعرفه امته تشكمه ايه ايه اشكمه ايه يا سيدي تشكمه مساعدت بتفرح علي اشكمه ازاي ايه سلم اعجبتك اوي كلمة تشكمه هتغني هاجب انت دايما كده يا عيني اي حاجة تقلبها لتحريجه هزار الراجل ده فعلا بقى كدب ونصب وحرام ولازم تقعد معاه وتشوف لك حل معاه يا سيدي انا مش رهمة ازاي ما سألتش عليه قبل ما نتدبس فيه اللهم صدق عنها يا حلاوة حلاوة ايه الالفاظ الجديدة دي نشكمه ونتدبس انت مش ملاحظة ان فيه ارفاظ جديدة بدأت تنقل قاموس الحوارة عند ساعتك ثم انا يا سيدي سألت على النجار ده اتضح انه فنان وصميعي شاطر قاوي 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 وبعد انت بتقولي ان المشكلة اتحلت اتحلت ازاي بقى انت مش قلتيلي ان الزبون التاني عامين شرطة وان انتو خلتوه ياخد تعاهد على النجارة اني خلصتوكوا القوضة بعد شهرين بالمواصفات اللي انتو عايزينها وبالخشب اللي انت عايزينها حصل يا علم بس برضو الراجل ده نصاب وحرام عايز فلوس تاني لا حلا ولا حول تاني يا جدد حد قالك يا نبيلة اتفاعله ملين من جيبك لا انا مش هتدفعله من جيبك انت اللي هتدفعله من جيبك والمفروض انا مراتك وانت جوزي المفروض اخافه على فلوسك خلاص يا حبيبي تاني خلاص مدام مش هتدفعله ولا ملين من جيبك ما تشغليش نفسك بالمسالة التافه بيك يا حبيبي يا حبيبي ما عندكش مانح قبلا تتسرق عين عينك موافق انك انت تتنهب قدام كل الناس لكن انا وولادك نطلب منك جزء بسيط من وقتك السميت لا ما نلاقيش حاضر يا حبيبتي نبيلة عشان خطري اكتبيلي ورقة بكل اللي النجارة عايزوا بحطها لي جنب الكريفون بكرا لبعده هتلاقي كل اللي انت عايزها مفيش فايدة مفيش فايدة مفيش فايدة فيك يا عانوي ابدا محقولة هل اللي كنت فهمة اللي ممكن اسخانك وخليك تروح يحد الرجل وتقعد معاه لكن لا انا عبيطة ما بتحلمش ابدا انا تصورت تخيلت يعني ان بعد 23 سنة جواز هاقرر اقنعك واخد وقت قدك دهو من وقتك السمين مفيش فايدة تقول ايه احب اموت فيك اموت فيك تعالي يا مو الخير اهوة تعالت بيك انا تعالي بيك يرسي ايهوة انت شكري يا مو الخير اهوة جنابك اهوة جنابك موضوع قطنوم الحمدلله اتحسم خلاص انا واختي هروح لحد الحرام النصاب النجار ده بس بقولك ايه لو حاول يتلائم يعني او يعمل حرحة كده ولا كده مفيش قدامي بقى غرسيات العميد شكورتك اه اه اي في اي